ولكن دعونا نبدأ بالأخبار التي حصلت مبارح وكان أبرزها أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في محافظة الأسكندرية كمان أيضا تابع عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في كافة الموانئ المصرية المختلفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في السياق هذا تقرير إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمحافظة الأسكندرية وخلال الاجتماع تم الإشارة للاهتمام الكبير بملف العشوائيات في مختلف المناطق بمحافظة الأسكندرية ويشمل التطوير في تلك المناطق الصرف الصحي والرصف والكهرباء والمية وغيرها إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه آليات الإسراء بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بتعمل حالياً على الإسراء من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة مع التأكد من عملية سيل منظومة الشحن المسبق بشكل فعال يسهم في الإسراء وتسهيل إجراءات الإفراج كمان إمبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزرية للسياحة وأكد مدبولي أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية خاصة أن مصر بتمتلك الفرص الوعدة للنهض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل وأشار إلى الدور الابتولي الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتزليل أي عقبات تواجه هذا القطاع في سبيل مضاعفة أعداد السائحين والوصول لما هو مستهدف خلال الفترة القادمة إمبارح أيضاً ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وفقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابع وبكده يبلغ عدد الكنائس والمباني لتمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابع إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته رسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة جاء فيها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يسعدني أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لرجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية عام 1952 والصمود بكل شجاعة واقتدار في مواجهة المعتدي والدفاع عن عزة الوطن وكرامة شعبه العظيم دلوقتي نروح مع حضرتكم لجولة المحافظات ويمكن بنبدأها بكفر الشيخ وكان هناك تنظيم لمعرض لتوزيع الملابس الجديدة على غير القادرين مجانا هناك وأيضا افتاح معرض أهل الدين رمضان بتخفضات تصل لـ 30% في إسماعيلية وكمان تشغيل أحدث جهاز للأسطرة المقية بمستشفيات جامعة المنصور ونعرف مع حضرتكم كل أخبار المحافظات من خلال هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 300 أسرى من الأيتام وغير القادرين بقرى إسحاقة والقنطرة وقراجة بمركز كفر الشيخ وده في إطار خطة الحماية الاجتماعية اللي بيقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي فأسوان تم البدء في توزيع وزراعة 125 ألف شجرة ظل ومسمرة لفكهة الجوافة والليمون والبرتقال واليوسفي والزيتون والرمان من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية وزيادة المسطحات الخضراء وده ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في البحيرة تم متابعة أعمال رصف طريق الفرانية بطول 3 كيلو متر بمركز دامنهور بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و789 ألف جنيه وده لتحقيق السيولة المرورية وتيسيراً على المواطنين في الإسكندرية نظامت كلية الطب بجامعة الإسكندرية قافلة طبية لمنطقة بشاير الخير 3 و5 شملت عدد من التخصصات المختلفة وقامت بتحويل عدد من الحالات اللي بتحتاج رعاية خاصة للمستشفيات الجامعية وتم خلال القافلة توقيع الكشف على 27 846 حالة في مختلف التخصصات في الفيوم تم توزيع ألف كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقريتي شكشوق والنصرية مركز إبشوي وده تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في الدأهلية تم إجراء أول حالة أسطرة تشخيصية للمخ بمركز جراحة المخ والأعصاب بوسطة أحدث جهاز للأسطرة بمستشفيات جامعة المنصورة في المنوفية تم الانتهاء من تحصين 13 881 رأس ماشية من الأبقار والأغنام ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدر الأغنام في بني سويف تم تكريم ابنة المحافظة البطلة بسم رمضان لعبة منتخب مصر لرفع الأثقال بعد مشاركتها في البطولة العربية لرفع الأثقال وحصدت ثلاث ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال تحت 17 عام بالبطولة العربية في الخطف والكلين والنطر في منافسات وزن 45 كيلو جرام في الإسماعيلية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بتخفيضات تصل لـ 30% وده في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر